المرحلة الجديدة هي مرحلة مواجهة حقيقية كما تعلم أن مواجهة الارهاب لا يستطيع العراق لوحده أن يخوض هذه المعركة التي بدأها فعلا الآن سمعته يوم أمس وقبل أمس من السيد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية في المعاملة مع الارهاب قد تغيرت لأن هؤلاء أيضا غيروا استراتيجتهم باتجاه دولة العراق والشام وبالتالي انهيار المنظومة الجغرافية بين سوريا والعراق والتي تلقي بظلالها القاتم على المشهد العراقي أتصور هناك تحرك على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على الغرب بأن منابع الارهاب يجب تجفيفها من خلال المساعدات الكبيرة التي تأتي من دول معينة محدودة وفعلا الولايات المتحدة الأمريكية سجابت لهذا الطلب